اشهد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف بالمرسوم الصادر عن جلالة الملك المفدى بشأن تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي واضح الوزير ان هذه الشركة تعد احدى مبادرات جلالة الملك المفدى ايده الله في مجال تحقيق الامن الغذائي في مملكة البحرين واحدى الخطوات المهمة على مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي مضيفا ان انشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم انشاؤها في المواقع المختلفة سيسهم في تطوير الانتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية اضافة الى تعزيز البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية خصبة لجميع القطاعات وبينا خلط ان توجه الوزارة في ملف الامن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية ترجمة نانسي قنقر